ها هي إيران مرة أخرى تعلن وقف تزويد العراق بالغاز وهذه المرة احتجاجا على طريقة سداد ديونيها المترتبة على العراق الذي يعاني أزمة مركبة بسبب توقف الغاز عن المنطقة الجنوبية بالكامل وتأثر محطات الروميل الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية وتوقف محطة خورزبير في البصرة ما أدى إلى شحة كبيرة بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بحسب وزارة الكهرباء الحالية وزير النفط الإيراني جواد أوجين تقد طريقة الدفع العراق مستحقات الغاز الإيراني المصدر إليه قائلا إن الحكومة في بغداد تشترط دفع هذه المستحقات من خلال إرسال الأدوية والمواد الغذائية ولسيما بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران ما أدى إلى تحول مدفوعات الصدرات الإيرانية إلى العراق منذ عام 2008 إلى مسألة معقدة حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تزيد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأمريكية فيما ترفض ذلك طهران التي تصدر سنويا أربعة آلاف ميجاواط من الكهرباء إلى العراق وفي وقت سابق علنت وزارة الكهرباء الحالية في حكومة السودان خسارتها نحو ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية في المحطات الجنوبية وذلك بسبب انحسار الغاز الإيراني المورد للبلاد وينفق العراق ما يقرب من أربعة مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز ويواجه العراق زمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته الكهربائية إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عديدة في الصيف الماضي ما أحرج الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في ملف توفير الطاقة الكهربائية وتسبب بموجة تظاهرات عديدة ويشل يوم بتفجر احتجاجات جديدة بسبب الغضب الشعبي المتصاعد من فشل الحكومات في حل أزمة الكهرباء المسمرة منذ عام 2003 وحتى الآن